اه طيب في سؤال الراجل الفاضل اخ الفاضل بيسأل فيه بيقول هل الست واهتمامها بعملها ان يعني اخلت شوية بواجباتها ناحية البيت ده يعتبر اثم بسم الله الرحمن الرحيم في مسألة يعني الخدمة في الاعمال المنزلية وافجر مفاجئة قد تبدو غريبة حينما تحدث الفقهاء تحدثوا في مسألتين حكم خدمة الزوجة لزوجها والمسألة الثانية حكم خدمة الزوج لزوجته ده التانية الغريبة ده الجديدة نعم أو الجديدة اما بالنسبة للاثنين ده من الحقوق المشتركة التي تترتب على عقد الزواج الصحيح قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال جل شأن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فحضرتك هنا المعاشرة بالمعروف الاعمال المنزلية او الحياتية او المعيشية داخل الاسرة تندرج اجمالا تحت وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الفقهاء اتفقوا في الجملة على أن الزوجة لها أن تخدم زوجها في داخل البيت وأن الزوج يعاون زوجته أنا هبدأ بالتانية الجديدة هل الزوج مكلف بخدمة زوجته في البيت نعم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخصف نعله تس وكان في مهنة أهله في مهنة أهله آه يعني ممكن يرسله يجيب من السوق طلبات وكان يذهب بكل إرياحية وكل نفس راضية فهنا حضرتك كما نيجي للتفصيل جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا أن خدمة الزوجة للزوج لا تجيب عليها لا تجد خدمة الزوجة للزوج لا تجيب ده عند الجمهور ده الحنبلة والملكية والشفعية وبعض الملكية قالوا لكن الأولى لها فعل ما جرت به العاد الحنفية قالوا واجب أن هي تخدم زوجها ديانة لا قضاء طب ليه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسمها الأمور ما بين ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنه وسيدنا العلي رضي الله عنه أرضان فقالوا إيه أن خلى فاطمة كد داخل المنزل وعلي كد خارج المنزل جميل الرأي الرجح في المسألة الخلافية ما زاب إليه بعض المالكية وطائفة من أئمة العلم قالوا إيه قالوا إيه الزوجة تخدم زوجها فيما جرت به العاد ليه قالوا لما صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كنا يخدمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصحبيات الجليلات تفعلنا ذلك مع أزواجهن فمثلا بالنسبة لبيوت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول كان يقول يا عائشة أطعمينا يعني أقدم إلينا الايه الطعاب يا عائشة هلم المدية يعني السكين واشحزيها بالحجر يعني سنيها باللهق قال إيه القديمة والحديث في صحيح مسلم فأنا أختار أن الزوجة تؤجر وتثاب حينما تعين زوجها بالخدمة بس بدون تعسف من الزوج وينتصر مولانا الدكتور أحمد كريمة للزوجة للمرأة نعم ده إيه يعني إيه ده لا أنا أقولي ستك لأن الملكية هنا أصلا برضو اللي احنا اعتدناه أو حسب ما كنا نخده نخده علي ولكيه المالكية والحنابلة دائما هم الأكثر تشددا فنجد أنه في الحالة دي على سبيل المثال هم الأكثر تقدما وراحة وانتصارا للمرأة في حين أنه برضو فيما اعتدناه أنه الحنفية هم الأكثر هدوءا هنا هم تشددوا لا تشددوا إنما نقول لا يجب على الزوجة إخدام زوجها لأنه أولا لما ننظر لفلسفة الزواج في الإسلام هي ثلاثة أشياء في الآية في صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجة لتسكنه إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون وذا قلت إذا كنا بنقول إن الزوجة تؤجر وتساب حينما تخدم زوجها قدر طاقتها حط تحتها مليون خط إنما ما تكونش هي بتعمل كسؤال الأخ الكريم وهو بيعمل وبعدين هو يأتي من العمل يمدد على السرير ويقرى الجرائد أو يطالع الوطس والنت والكلام ده وبعدين هي تبقى بقى يعني عفوا في البيت بعدين بتلف في البيت نحلة بالزبط كتا ما بين المطبخ وما بين الغسالة وما بينه وما بينه وما بينه إلى أن يقوم حضرته يأكل وبعدين ينزل بقى على الكفية وليه بتشتغل بتساعده على المعيش ونفس الشيء خدت بالك يعني بتكد زيه يعني مش بتشتغل فانتازية يعني وبعدين لها أن تذكر دروس العيال والأطفال والتلاميذ بينما هو يتفرق مع أصحابه أو أو إلى آخره فلا بد أن يكون العدل اللي ربنا بدأ بالدستور للبشرية الآية 90 في الصورة النح إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعزكم لعلكم تذكرون فإحنا بنقول هنا بعض الملكي وإمة العلم كالإمام أبي ثور وغيره قالوا إن لها أن تخدم زوجها فيما تطيق وحسب الطاقة وتؤجر وتساب اللي هنكمل بقى بالأسئلة التانية جمهور الفقهاء من الملكية والشفعية والحنبلة قالوا جواهز خدمة الزوج لزوجته ولها أن تقبل ذلك منه حتى الحنفية قالوا إن الزوج يخدم زوجته تطوعاً لا الشريعة قالت الزوج له يعني حسب ظروف المعيشة يعين زوجته في الأعباء المنزلي يعين زوجته في الأعباء الحياة مشاركة بالزبط كده في الأعياء في الأعباء المنزلي وضربنا المسهل بسيد الناس والخلق سيدنا محمد وسلم أنه كان في مهنة إيه كان في مهنة أهلي لكن أنا أنبه وأريد من بعض الدعاء أو العلماء أو الباحثين أو لا ينحاز لطرف على حساب طرف يعني مثلاً إحنا في منطقة عربية شرقية مسلمة مستقرة طبعاً لنغمة برضو إخوتنا أهل الكتاب والذات المسيحين لأنه مشاركاء معنا في الوطن العرف بيأسر على الجميع يعني أنت لا تفرق في المجتمع المصري في الحياة الأسرية ما بين الأسرة المسلمة ولا الأسرة المسيحية لا في الصعيد ولا في الريف ولا في البوادي ولا فإحنا درجنا على أن المرأة ينبع عطاء والله أمك اللي ربتك وأختك الكبرى يعني شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أضرب مثال جميل يمكنني أن يسأل أول مرة ستين الشيماء حذافة أخت النبي من الرضاع هي بس كانت أنها رضعت من نفس اللبن المبارك بتاع ستين حليمة السعادية على رضونا الله لا ده قال العلماء وكانت تحمله في حجرها لأنها كانت أكبر منه خمس سنين يعني شوف هنا الأخت الأخت هنا حانية برضو ما نقرأ الصورة المشرقة لأخت سيدنا موسى على ضفاف النيل في محافظة الشرقية وبعدين يقول لنا عارفين القصة أو حين إلى أم موسى الأرضعي فإذا خفت علي فألقيه في اليوم ولا تخاف ولا تحزني إن رضوه إليك وجعلوه من المرسلين وأصبع فؤاد أم موسى فارغا المم قالت لأخته إبقى قصي تتبع أثره فالأخت هنا شوف اختحمت الأهوال والمخاطر ودخلت قصر فرعون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وأنتم له ناصحون فشوف هنا العطاء ما ننساش عطاء يكابذ المصرية وإن كانت من بني إسرائيل اللي ستنا أم موسى ما ننساش عطاء ستنا الطهر البتول ستنا مريم عليه السلام ورعايتها لإبنها سيدنا المسيح عليه السلام